القضايا السياسية يهتمون بها أما قضايا أهل البيت صفر صفر عند القوم ليش لنه من أهل السياسة اللي يمشي وراء مصلحته وليتعظ الحكام وليتعظ أهل السياسة وليتعظ أهل الأحزاب بما يرون بأم أعينهم محمد مرسي أراد أن يذل الشيعة أراد أن يذل أتباع أهل البيت عليهم السلام بفعلته النكراء هذه فأذله الله عز وجل وأي مذلة والله أي مذلة مذلة ما بعدها مذلة رجع شاله خلوه بالسجن إلى أن خاس ومات في السجن ولما حمل حملت جنازته أربع نفرات من عائلته فقط ولا حدر عنه خلص أراح إلى مذلة التاريخ حشره الله مع أبي بكر وعمر وعثمان أردت أن تذل الشيعة فأذلك الله صدام كذلك أراد أن يذل الشيعة فأذله الله وهكذا كل طاغية كل طاغية يأتي يريد أن يذل شيعة أهل البيت لأنهم شيعة أهل البيت هم مو ملائكة شيعة أهل البيت اللي موجودين اللي يسمون نفسهم يعني شيعة يمكن أكثريتهم ضايعين تالفين مع الأسف ولكن الله عز وجل لا يرضى أن يذل أحد الشيعة لأنهم شيعة لأهل البيت لأن هذا الإذلال المقصود به أهل البيت عليهم السلام ورد هذا في الروايات ليس الناصب من نصب لنا فإنك لا تجد أحدا يقول إني أنصب لآل محمد عليهم السلام العداء مضمون الرواية ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون تتولون وتتبرؤون من أعدائنا نعم صحيح كثير من هؤلاء الناصب إنما ينصبون العداء للشيعة ويحاربونهم وهم يقصدون بذلك أئمتهم لكن الحرج يمنعهم من التصريح بعداء الأئمة عليهم السلام فيعادو نشيعته ترجمة نانسي قنقر